تابعنا خلال الأسبوع الفات الكام ممزوج بأمل وألم تابعنا في بداية الأسبوع كيف نجحت قواتنا المسلحة في صد عدوان متمردي الدعم الصريع عن ولاية الجزيرة واللي استمرت لمدة ثلاثة أيام في أربع موجات مختلفة لكن اليوم الرابع بصورة غريبة انسحب الجيش من الولاية الأمر اللي خلت تتار الجدد يدخل المدينة ويعيث في مدني الوادع فسادا طبعا الانسحاب المفاجئ ده حصل في عدد من المناطق حصل في الجبل وحصل في العلفون وحصل في اليرموك وغير من المناطق ده بدلل على حاجة وحدة إنه في مشكلة مشكلة كبيرة دائرة مراجعة وفي قصور حقيقي ومن الأدلة البيانة اللي صدر من القوات المسلحة وما كان فيه أي توضيح غير إنه حيتم تحقيق في ملابسات انسحاب القوات من مواقعها يعني قلنا الخرطوم الجماعة ديل اعتمدوا فيها على الغدر بغض النظر عنوين الاستخبارات والأمن اللي الكل بيسأل ليه تم إبعاثه من المعادلة وقزقصة أظافرة لكن يعني شنو المتمردين ينجحوا في دخول ولاية تانية ومهمة زي مدني اللي نزحوا ليها عدد كبير من أهل الخرطوم صراحة الحادثة دي دائرة وقفة ووقفة كبيرة كمان وطبعا نحن بنوجه صوت العتاب على قدر العشم مع كل التغدير للجنود وضباط الصفة اللي قاعدين يقدموا أرواحهم من ثمانية شهور فكلامنا ده ما يتفهم غلط ده صوت لوم للقيادة بنقول فيه عليكم الله الشعب الصابر المظلوم اللي بيقف مع قوات المسلحة ما بيستهل يحصل فيه كده خلال 72 ساعة نزح 300 ألف مواطن من مدني يعني حيستمر الوضع ده لبتين أنا باخترح الناس تلمبوا قجة وتمشي وادي سيدنا محل تنسحبوا المواطنين ينسحبوا معاكم يانموت سوا يتحمون طبعا الكلام ده موجه لقيادات الجيش كلهم بلا استثناء وموجه بالدرجة الأولى للبرهان وفي الجانب ده نشط هاشتاق عزل البرهان بعض سقوط مدني وسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي صراحة يا سعادتك انت زاتك قلت ما عندنا خيار يا ننتصر يا الروح أهل ليه هس ما انتصرنا فضل شنوه الماليشيا ماشى في مخطط التخريبي والتدميري الهالك المختفي عن الأنظار كافأ المتمرد كيكل وعينه قائد في فرقة الخل الأولى ومشاه يا كيكل المنصب ده حيفيدك بيشنوه بعد ما طعنت وشردت أهلك ودي حتبقى وصمتعار ليك وحتتكتف في التاريخ والحساب جاي اشتركوا في القناة